موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام لحلقة جديدة من كوشكو الصحافة نطالع في أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني البداية من موقع موقع بوست عنوان في صفحته الرئيسية مصادر مقربة تؤكد لموقع بوست إطلاق الميليشيا سراح قائد عسكري كبير يقول الموقع أكدت مصادر مقربة من أحد القيادات العسكرية إطلاق سراح أحد القيادات العسكرية الكبيرة من قبل الميليشيا وقالت المصادر لموقع بوست إن العميد فتح الدعيس قائد اللواء 110 دفاع جوي بقاعدة الديلمي في صنعاء أطلق صراحه بعد اختطافه من قبل الميليشيا قبل شهرين وجاء إطلاق الدعيس إطلاق صراحه بعد تحركات واحتجاجات قبلية ووساطات لمشايخ وقادة سياسيين وبرلمانيين تكللت بإطلاق صراحه يضيف الموقع ينتمي الدعيس لمدرية بعدان في محافظة إب وتدرج في القوات المسلحة بعدد من المناصب القيادية في القوات الجوية والدفاع الجوي وعرف عنه وطنيته وعدم خضوعه لأي إملاءات لا تنسجم مع معتقداته الوطنية وهو سبب خلافه مع الميليشيا التي اختطفته في العاصمة صنعاء قبل شهرين غامر جندي بحياته لإنقاذ عشرين شخصا في عدن كما يقول موقع عدن تايم عنونا في صفحتي الرئيسية عن هذا الشخص وقال قصة شجاعة نادرة لجندي أنقذ عشرين روحا في عدن قالت الموقع يرقد الجندي أرسلان عثمان محسن في أحد ما شاف عدن عقب إنقاذه ليلة أمس أكثر من عشرين شخصا كانوا مجتمعين في موقع انفجار العبوة الناسفة قرب جولة الغزل والنسيج في المنصورة وقال شهد عيان للموقع إن عراكا نشب بين شبين وتجمع الناس حولهم ومن ضمنهم أرسلان قبل أن يهروا المسرعا باتجاه كيس داخله أسلاك وجوال ماركون جانبا قام بانتشاله ورميه إلى مكان خال من المرة حيث تم تفجيره عن بعد ووفقا لعدن تايم تسبب الحادث بتعرض الجندي أرسلان لإصباط خفيفة نتجت عن شضايا العبوة الناسفة حيث تم نقله لمستشفى الصليب الأحمر لتلقي العلاج علق الموقع أنقذت الثواني المعدودة التي تصرف فيها الجندي بشجاعة نادرة أكثر من عشرين روحا بريئة كانت يد الإرهاب تترصدهم الأطر الإيرانية في اليمن تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقالا نشره في يمن مونتر وقال الكاتب تحاول إيران في اليمن أن تؤسس الحوثين كسلطة أمر واقع كما فعلت بتنظيم حزب الله في الثمانينات وترعاه حتى اليوم وهي التي أشعلت بشكل عنيف للحرب الأهلية حتى التوصل إلى اتفاق الطائف عام 1989 الذي يبقي السلاح للحزب ويتحكم بالثلث المعطل في الدولة ولا يعد نشوء اتفاق يشبه الطائف في اليمن صعبا فمجتمع محارب في اليمن قد يستخدم لبقاء السلاح بيد الحوثيين بما في ذلك الثقيل والمحافظة على تنظيماتهم الميليشاوية وعلى هذا الناحو تتحرك إيران ضمن الإطار الدبلوماسي والسياسة الخارجية للحوثيين بوصفهم أقلية تحتاج للحماية والحصول على حقوق تعطل أي قرار قادم ينتهك حقوقهم من وجهة النظر الإيرانية وذلك فعلا ما يتردد في مبادرة جونكير الأخيرة التي تشكل حكومة قبل إخضاع سلاح الحوثيين للحكومة المنتخبة واحتفاظهم بوصف أقلية مع أن الحرب التي تدور ليست عن أقلية وأغلبية ويرفض الدبلوماسيون الإيرانيون الحديث عن رؤيتهم لجماعة الحوثي لاعتبار أن ذلك مواجهة للأغلبية وهو ما يؤثر سلبا على وضع إيران داخليا فهو مجتمع من الأقليات تسوده الفارسية وخارجيا بصفتها داعمة للتمردات والسلم الاجتماعي لا تكلف إيران نفسها في اليمن نفقة جبارة كما يكلفها النظام السوري المفلس ومع ذلك فهي ورقة رابحة في إطار السياسة الدولية التي تحاول الأطراف الدولية استقطاب اليمن إلى أوراقها لتؤطر الصراع اليمني كتهديد لتنافسها مع المملكة العربية السعودية بأطر أكثر تعقيدا مرتبطة بالعديد من الملفات الإقليمية لذلك تحرص إيران على بقاء جذوة الحرب على الحدود السعودية مشتعلة للحصول على رضوخ سعودي لتفاهم في أطر أوسع إقليميا واقتصاديا وهذا ما لا يحققه لها أي ملف آخر رغم تكاليفه الباهضة مقارنة بما يدفع في اليمن تواصل لأعمال الاحتجاجات التي تشهدها عدد من الوزارات والمؤسسات في صنعاء عنوان الموقع الوحدوي نت قال موظف التعليم العالي يصاعدون من احتجاجاتهم ويعلنون بدء الإضراب الشامل ووفقا للموقع فإن موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صعدوا من احتجاجاتهم الحقوقية ضد الإجراءات المالية والإدارية في الوزارة وأعلنوا بدء إضراب شامل عن العمل وأكدوا في بلاغ صادر عن نقابة موظفي الوزارة استمرارهم في الإضراب لانتزاع حقوقهم كاملة غير مشروطة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة في مطالبهم العادلة والمشروعة وممكنة التحقق والتنفيذ تبعا لظروف الوزارة والبلد بصورة سلمية وحضارية رئيس النقابة أروى الغرافي قالت ثورة الموظفين هذه جاءت بعد سنين وأشهر طويلة من الظلم والتمييز والاضطهاد وهي ثورة تاريخية ليست ضد أشخاص وإنما ضد الظلم والفساد واستنزاف إرادات الوزارة والتلاعب بالمال العام الذي يتم تسخيره لصالح أصحاب النفوذ والمقربين من قيادة الوزارة والمحسوبين عليها إلى موقع السهريج نيوز تبع محاولات إعادة تطبيع الحياة في المكلة وعلق توقعات بافتتاح مطار الريان نهاية العام الجاري قال الموقع توقعت مصادر محلية في محافظة حضرموت إعادة افتتاح مطار الريان الدولي في مدينة المكلة نهاية العام الحالي بعد استكمال أعمال تأهيل وتحديث المطار بتمويل من البنك الدولي بكلفة سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أوضح مدير المطار المهندس أنيس عبد القادر أن أعمال التأهيل والتحديث توقفت عاقب سيطرة تنظيم القاعدة على المكلة ومدن الساحل وأن المشروع واصل عمله خلال الفترة الماضية عاقب تحرر المحافظة وبلغت نسبة الإنجاز في سبعين في المئة أضاف أنيس مراحل العمل تشمل المبنى الجديد وصلاة المغادرة والوصول والتوسعة لمدرج المطار في الاتجاهين الشرقي والغربي وإعادة تأهيل إضاءة المدرج والمولدات الكهربائية وتحديث شبكات الاتصال والمراقبة تابع المسؤول المطار استأنف نشاطه بصورة جزئية من خلال استقبال طائرات الإغاثة فقط بعد تحرير أبيان عادت المخاوف من تكرار ذات السيناريو المعهود انسحاب القوات عودة الإرهاب وحتى لا يتكرر الأمر كتب البرلماني عيدروس النقيب مقترحات من شأنها عودة الثقة بين الناس والسلطات وقال النقيب في مقال نشره موقع تغير نت لقد مضى زمن كان المواطن في أبيان يعتبر نفسه جنديا في جهاز الأمن فكان المواطنون عموما يشاركون في حماية المنشآت وتنظيم حركة مرور المركبات ومراقبة المخالفات والإبلاغ عنها ووصل الأمر إلى أن بعضهم أبلغ عن أخيه أو ابنه لمخالفته القوانين والأنظمة وكان هذا السلوك مدعاة للتباهي والافتخار لكن نوائب الزمن أفقدت الناس الثقة بالسلطات الرسمية نفسها من ناحية وببعضهم بعضا من ناحية أخرى ولهذا تناسرت العدمية وتفشت روح لا مبالد وصار المرء يرى الجريمة ترتكب أمام عينيه فيتغاض حتى عن النهي عنها وهذا ما جعل البلد يصل إلى هذا المستوى من التراجع والانهيار الذي لم يدع مجالا إلا ووصل إليه إن عودة الأمن والاستقرار إلى أبيان يقتضي فضلا عن تفعيل جهاز الدولة وتوفير الخدمات الأساسية أن يلعب كل المواطنين دور رجل الأمن الأول وذلك من خلال الكشف عن مواطن الخلل ومساعدة الأجهزة الرسمية في الوصول إلى موقع الداء وكشف عمليات التخريب قبل وقوعها والإبلاغ عن أي حالات اشتباه في أي أعمال إرهابية أو تخريبية محتملة موقع مصدر أونلاين تابع مجريات الأحداث التي جارت في منطقة التربة حيث عنوان الموقع مساعي ودية تنهي التوتر في التربة بتسليم القتل من الطرفين تقول التفاصيل أفضت مساعي ودية إلى حل ينهي التوتر الذي شهدته مدينة التربة إثر اشتباكات نشبت بين مسلحين من قبائل الصبيحة وغناصر من المقاومة الشعبية وحسب مصادر محلية فقد أدى تدخل من قبل قيادات في المقاومة الشعبية إلى إقناع المعنيين بتسليم القتل من الطرفين إلى القيدي في المقاومة عدنان زريق وهو قائد كتائب حسم ليقوم بتسليمهم إلى محافظ محافظة تعز وحسب المصدر فإنه تم نقل القتل الذين سقطوا إثر مهاجمة مسلحي الصبيحة لمبنى إدارة الأمن في التربة إلى مستشفى التربة فيما تم إخراج وكيل المحافظة محمد عبد العزيز الصنيدي ورفاقه أيضا من المجمع في وقت مبكر وكان أحد المواطنين من مناطق الصبيحة في لحج قد قتل في سوق التربة إثرى خلاف نشب بينه وبين أحد المسلحين أعقبه هجوم العشرات من مسلحي الصبيحة على إدارة أمن التربة وأدى إلى مقتل ثلاثة من المقاومة الذين كانوا بداخله موقع يمن مونيتر يقول السفير الأمريكي في اليمن يكشف عن خطوات المرحلة الأولى لاتفاق يسعى إليه ويلد الشيخ حيث قالت الخارجية الأمريكية أن هناك اتفاق قدمها اتفاقية قدمها الوزير جون كيري في مدينة جدة يوم الخامس والعشرين من أغسطس ويتحرك وراءها إسماعيل ويلد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن سوف تتضمن في مرحلتها الأولى التشكيل السريع لحكومة وحدة وطنية جديدة تتقاسم الأطراف السلطة فيها وأيضا انسحاب القوات من صنعاء ومناطق أخرى مهمة وتسليم جميع الأسلحة الثقيلة من الحوثيين إلى طرف ثالث أضافت الخارجية لا يتوجب على أحد الطرفين تنفيذ أي من هذه الخطوات حتى يتم التوصل إلى اتفاق على جميع الخطوات والمجتمع الدولي سيكون الضامن للاتفاق تابعت الخارجية سيبدأ المبعوث الخاص إسماعيل ويلد الشيخ أحمد فورا سلسلتان من المشاورات مع الأطراف للعمل على التفاصيل النهائية لهذا النهج وإذا موافقت الأطراف على الانخراط بعملية شرعية فإن هذا سيمكن من استئناف اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بتاريخ العاشر من إبريل من هذا العام قبل الانتقال إلى ما تقوله الصحافة العربية اليوم فاصل ونعود ابقوا معنا مرحبا مجددا نلقي نظر على ما قالته الصحافة العربية نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط تابعت معارك الجيش اليمني ضد معاقل القاعدة في أبيان وعنونت الصحيفة الطريق إلى المراقشة آخر معاقل القاعدة في أبيان وقالت الصحيفة باتت القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها الكاملة على ما نسبته أكثر من ثمانين في المئة من مساحة محافظة أبيان الاستراتيجية ولم يتبقى سوى ثلاثة مدن ريفية من أصل أحد عشر مدينة تضمها المحافظة الساحلية وذلك خلال أقل من أسبوعين من انطلاق الحملة العسكرية لتطهيرها من الجماعات الإرهابية بدأت الحياة دب في المدينة التي كانت خارجة عن سلطة الدولة والنظام والقانون وسط ترحيب السكان المحليين واستمرار الحملات العسكرية وحملات مداهمة حتى تطهير كل شبر من المدينة بحسب تصريحات مدير أمن المحافظة عبدالله الفضلي كشفت للشرق الأوسط مصادر محلية في مدينة زنجبار عاصمة أبيان عن استعدادات مكاثفة تجريها قوات الحزام الأمني والمقاومة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي لدخول حملة عسكرية ضخمة إلى منطقة خبر المراقشة القريبة من مدينة شقرة الساحلية جنوب زنجبار لاستكمال عمليات التطهير للجماعات الإرهابية في المدينة يتابع الموقع تعد خبر المراقشة منطقة استراتيجية ساحلية جبلية المعقل الرئيس لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومسقط رأس زعيم التنظيم الإرهابي في أبيان جلال بلعيدي الذي قتل في غارة جوية للطائرة من دون طيار مطلع شهر فبراير الماضي تنشط السلطات الرسمية في المدن المحررة وذلك لأجل إعادة تطبيع الحياة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا لصحيفة العرب الجديد فإن الحكومة اليمنية تثبت سلطتها جنوبا ضبط نشاط القاعدة وداعش تقول العرب الجديد لا يكاد يمر يوما في الفترة الأخيرة من دون أن تعلن السلطات المحلية في مدينة عدن والمحافظات المحيطة بها جنوبي اليمن عن نجاحات أمنية ضد مسلحي تنظيم القاعدة وداعش بعد أن كان الإنفلات الأمني والهجمات الإرهابية عنوانا متكررا للأحداث في هذه المحافظات منذ أكثر من عام وأفادت مصادر محلية في مدينة عدن للعرب الجديد أفادت بأن الأسبوع الماضي شهد عمليات أمنية نوعية لقوات الأمن في المدينة تمكنت خلالها من ضبط خلايا وعناصر مسؤولة عن الإغتيالات والهجمات الإرهابية تفيد الصحيفة أيضا تترافق التحركات الأمنية في عدن مع عمليات أمنية وعسكرية جرت أخيرا في محافظة لاحج البوابة الشمالية لمدينة عدن في حين شهدت أبيا انتشارا للقوات الحكومية في أغلب مدن المحافظة وذلك بعد أن كانت خارجة عن سلطة الدولة اليمن الطريق إلى السلام تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الشرق القطرية افتتاحية وقالت صحيفة النواية الصادقة التي أبدتها دول مجلس التعاون الخليجي إزاء المبادرة الأمريكية الجديدة التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جونكيري بشأن الأزمة اليمنية تؤكد من جديد الالتزام القوي لدول الخليج العربية بمنح الأولوية للحلول السلمية باعتبارها أفضل طريق يجنب الشعب اليمني المزيد من ويلات وأخوال الحرب ظلت دول الخليج العربية تؤكد بأفعالها وأقوالها وقوفها ومساندتها المطلقة للشعب اليمني في وضع حد لهذه الأزمة من خلال تأييدها للحكومة اليمنية الشرعية ودعمها لمشاورات الكويت والتي انتهت بتوقيع الوفد الحكومي على مشروع الاتفاق الأممي الذي رفضه الانقلابيون الحوثيون والموالون للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وها هي دول الخليج مرة أخرى تدعم خريطة الطريق الجديدة أملا في أن يسهم ذلك في وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب الحرب التي أشعل الحوثيون وصالح نيرانها في البلاد لقد دلت التجارب على أن الانقلابيين لا يأبهون لمعاناة الشعب اليمني بل ظلوا يضعون العراقيل أمام كل مسعى للخير والسلام وحقن الدماء في أرض اليمن ولا يبدو من المؤشرات الصادرة حتى الآن أن المبادرة الأخيرة التي طرحها كيري ووافقت عليها الحكومة الشرعية ستحظى بمصير أفضل من سابقاتها ما لم يرى الانقلابيون أفعالا على الأرض تجعلهم يعيدون قراءة حساباتهم من جديد إلى ما تقوله صحيفة القدس العربي في صفحتها الرئيسية وفد الحوثيين التفاوضي يصل إلى العراق في جولة مفاجئة تنتهي بإيران مصادر يمنية قالت إن وفد جماعة الحوثيين التفاوضي في مشاورات السلام وصل إلى العاصمة العراقية بغداد قادما من سلطنة عمان التي ظل عالقا فيها منذ السادس من أغسطس الجاري بسبب إغلاق مطار صنعاء ذكرت مصادر أيضا أن الوفد سيقوم بجولة تشمل عددا من الدول لبحث اعتراف لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المشكل بالمناصفة مع حزب المؤتمر وكشفت المصادر أيضا أن الوفد سينتقل من بغداد إلى العاصمة اللبنانية بيروت ومن ثم إلى العاصمة الإيرانية طهران وهي المحطة الأهم خلال جولتهم دون تحديد المدة الزمنية لتلك الجولة صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها المخلافي يستعجل إصدار جوازات السفر تقول الصحيفة في التفاصيل نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجي عبد الملك المخلافي شدد على ضرورة اتباع القواعد القانونية والأمنية في عملية إصدار الجوازات وسرعة الإنجاز وعلى ضرورة الإسراع في استكمال تجهيز مراكز الإصدار الأليف المكلة سيئون، مأرب، المهرس، قطرة وفي السفرات اليمنية أشاد المخلافي خلال اجتماع للجنة العلية الخاصة بإصدار الجوازات بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المصلحة واللجان الخاصة بمراكز إصدار الجوازات وحثهم على بدل مزيد من الجهود التي تسهل خدمات المواطنين والارتقاء أيضا بالعمل بما يحقق الأهداف المنشودة صحيفة الخليج الإماراتية قالت الحوثيون طبعوا ثلاثة تريليونات ريال دون غطاء قانوني مسؤول في البنك المركزي اليمني أكد أن الإنقلابيين الحوثيين طبعوا قرابة ثلاثة تريليونات ريال يمني من مختلف الفئات من غير غطاء أثناء سيطرتهم على البنك أضاف المسؤول الحوثيون لم يكتفوا بذلك فقط بل قاموا بسحب العملة التالفة الموجودة في البنك وبطرحها في السوق من جديد وهي مبالغ كبيرة جدا موزعة على أوراق نقدية تم سحبها في وقت سابق من السوق تتابع الصحيفة ضخ مبالغ كبيرة من العملة المطبوعة بشكل غير سليم سيؤثر بشكل سلبي جدا في الوضع الاقتصادي للبلاد خاصة مستقبلا بعد تحرير المدن وإعادة الشرعية ولا بد من حلول عاجلة من السلطات الشرعية للتعامل مع أزمة البنك المركزي التخبط الروسي في اليمن تحت هذا العنوان كتبت بشرة المقتري مقالا في العرب الجديد وقالت بشرة لا يقف الموقف المتخبط لروسيا حيال الأزمة والحرب في اليمن عند حد استثمار الملف السياسي سياسيا وعسكريا لخدمة مصالحها إذ عمدت أخيرا إلى إرسال رسائل سياسية متناقضة بخصوص موقفها من سلطة الأمر الواقع في صنعاء فقد حضر القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء أولغ دريموف إشهار المجلس السياسي الذي شكلته جماعة الحوثي وصالح وبدت الرسالة السياسية واضحة إلا أن السفير الروسي في اليمن فلاديمير الجيدوشكين حاول امتصاص ردة الأفعال المنددة بهذا الحضور وصرح أن بلاده لا يمكن أن تعترف بحكومتين في اليمن وأنها ترفض الخطوات الأحادية طمأن السعودية وعبر عن أسفه عن المعارك التي تجري في أراضيها كشفت الحرب في اليمن الوجه الآخر القبيح لروسيا فخلافا لكل أحلامها لم تستطع روسيا محاكاة تجروتها السورية في اليمن بحيث يجعلها ذلك تتموضع مطمئنة في موقف سياسي واضح كما فشلت في الرهان على أي من أطراف الصراع اليمنية باعتباره الجواد الرابح وأمام مأزقها السياسي والأخلاقي في اليمن لم تجد روسيا سوى التموضع في المنطقة الرمادية تدرك روسيا أن لا بشار أخرى في حرب اليمن لتتحالف معه ففي اليمن طوائف وقوى سياسية متنوعة من الشبيحة لكنها على ما يبدو لا ترى مانعا من الاعتماد عليهم في تنميع صورتها الباهدة إلى الفقرة الملونة وهي الكاريكاتور نختم بها حلقة كشك الصحافة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة